بسم الله الرحمن الرحيم نشرح الآن الدرس الأخير في الوحدة الثانية يتكلم الدرس عن النظير الضربي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية طبعا في الجزء الأول سنأخذ فقط النظير الضربي للمصفوفة طبعا رح نأخذ في هذا الدرس ما يأتي إثبات أن زوج من المصفوفات يمثلان مصفوفة ونظيرها الضربي ثم إيجاد النظير الضربي لمصفوفة من الرتبة الثانية طبعا بس فقط للتوضيح النظير الضربي لو نتذكر في الأعداد النظير الضربي في الأعداد لو قلنا الثنين ما هو النظير الضربي إلى الثنين نظير الضربي هو المقلوب في الضرب فنقول المقلوب هو نص في الثنين في نص رح يعطينا واحد واحد نسميه شنو؟ نسميه المحايد الضربي فهذا نسميه النظير الضربي للعدد اثنينها طبعا في الأعداد الحقيقية الحين في المصفوفات نفس الشيء في أيضا مصفوفة محايدة عندنا محايد ضربي في أيضا مصفوفة محايدة شنو هاد المصفوفة المحايدة؟ حنا مثل ما قلنا العدد المحايد في الضرب هو الواحد لو نضرب أي عدد في الواحد ما يتغير لاحظوا ثلاثة في واحد ثلاثة فنسمي الواحد المحايد الضربي شنو هي المصفوفة المحايدة؟ لأي مصفوفة مربعة اي نسمي الآي المصفوفة المحايدة بحيث لو ضربنا الأي في الآي وضربناها من اليمين أو اليسار رح يعطينا نفس المصفوفة شنو هذه المحايدة الضربة الآي هي مصفوفة كل عناصرها أصفار ما عاد عناصر القطر عيسي سوح يعني مثلا لو كانت مصفوفة من الرتبة الثانية رح نحط واحد واحد هني رح نحط أصفار نفس الشيء إذا كانت ثلاثة في ثلاثة هني رح نحط بس كل واحد والباقي أصفار يعني بس في القطر الرئيسي رح نحط واحد واحد والباقي أصفار يعني الحين هذه المصفوفة لو ضربتها في أي مصفوفة ثانية رح يعطينا نفس المصفوفة الحين النظير الضربي أي مصفوفة مربعة A فإننا نعرف النظير الضربي بهذا الرمز A inverse بتشوفون فوقها صالب واحد هذي نقراها A inverse هنسميها النظير الضربي للمصفوفة مثل ما قلنا النظير الضربي في العدار يعني مثلا اثنين في نص يعني المقلوب يعطينا شنو واحد يعني يعطينا المحايد الضربي يعني ضربنا المصفوفة في نظير هالضربي شنو يعطينا يعطينا المحايد الضربي إلا هو هذا طبعا سواء من اليمين أو اليسار الحين متى يكون زوج المصفوفات مصفوفات A وB مصفوفة والأخرى نضيرها الضربي يكون هذا الشيء إذا ضربنا A في B يعطينا شنو المحايد الضربي وهو I وطبعا سواء من اليمين أو من اليسار ناخد تدريب عملي على هذا الشيء حدد إذا كان كل زوج من المصفوفات يمثل مصفوفة ونضيرها الضربي يعني إحنا عشان نثبت إن B نضير A أو A نضير B لازم نضرب A في B يعطينا المصفوفة المحايدة I فنضرب نكتب A والB هنا طبعا في علامة ضرب ما بينهم وقلنا عملية ضرب المصفوفات عملية ضرب صف في عمود فناخد طبعا هاي 2 في 2 2 في 2 فالناتج راح يكون 2 في 2 يعني صفين وعمودين ناخد الصف الأول العمود الأول 3 في 2 6 و 1 في صالب 5 صالب 5 فنقول 6 زائد صالب 5 نغير العمود ثلاثة في صالب 1 صالب 3 و 1 في ثلاثة ثلاثة نكتبهم ودائما نحط ما بينهم جمع نواصل نروح للصف الثاني ونرجع للعمود الأول 5 في 2 10 زائدا 2 في صالب 5 صالب 10 واخر شي 5 في صالب 1 صالب 5 زائد 2 في ثلاثة 6 فالناتج راح يكون 6 زائد صالب 5 1 صالب 3 و 3 صفر 10 وصالب 10 صفر وصالب 5 و 6 كام 1 وهذا طبعا الناتج 1 صفر صفر 1 هذه هي المصفوفة المحايدة وقلنا يسمها أو رمزها هو آآ I الآن نفس الشيء راح نوجد B A يعني بالعكس أول نكتب ال B بعدين ال A فنضربهم في بعض نفس الطريقة 2 في ثلاثة ستة صالب 1 في خمسة صالب 5 بعدين 2 في 1 2 صالب 1 في 1 2 2 في 1 1 2 بعدين ثنين في واحد ثنين ايه سالب خمسة في ثلاثة سالب خمسة عشر ثلاثة في خمسة خمسة عشر واخر شي سالب خمسة في واحد وثلاثة في اثنين يعني سالب خمسة زائد ستة نجمع نشوف ان الناتج واحد صفر صفر واحد ايضا المصفوفة المحايدة فنكتب شنو الاستنتج ان اب تساوي بي ايه تساوي الاي اذا نكتب الاستنتاج ان اي و بي يمثلان مصفوفة ونضيعها الضربي فهذا هو الاثبات ناخد سؤال ثاني على نفس الفكرة هذي اس و تي نوجد اس في تي اول شي هذي اس وهذي تي نضرب نفس الشي اربع عندي اثنين في اثنين يعني اربع عناصر ستة في واحد ستة اثنين في صالب خمسة على اثنين راح يعطينا صالب خمسة ستة زائل صالب خمسة بعدين ستة في واحد ستة وثنين في صالب ثلاثة صالب ستة بعدين بعدين 5 في 1 خمسة و 2 في صالب 5 على 2 صالب 5 و اخر شي 5 في 1 خمسة و 2 في صالب 3 صالب 6 لو جمعنا هذه تعطينا 1 هذه تعطينا 0 هذه تعطينا 0 لكن اخر عنصر 5 زائل صالب 6 يعطينا صالب 1 طبعا هذه لا تساوي المصفة المحايدة لازم هنا يكون 1 فنقول لا تساوي الاي خلاص بلن نشوف ان ناتج ضرب لا يساوي الاي ما يحتاج اجيب تي في اس خلاص اقول بما ان اس في تي لا تساوي الاي اذا استنتج ان اس و تي لا يمثلان مصفوفة ونظيرها الضربي الحين شلون نجد النظير الضربي للمصفوفة المربعة من الرتبة الثانية لو قلنا الاي تساوي اي بي سي دي احنا نبنوجد النظير الضربي اول شغلة نقوم بايجاد محدد المصفوفة ونسميه دلتا طبعا هذا محدد المصفوفة مثل ما تعلمناه من قبل هو ا في دي ناقص بي في سي هادي الخطوة الاولى الخطوة الثانية شلون نجد النظير الضربي بيكون على الشكل التالي نكتب اي انفيرس واحد على دلتا انا ما غيرت العناصر اي بي سي دي هني الدلتا على حسب الرقم اللي طلع عندي بكتبه شون راح نسوي انبدل اماكن عناصر القطر الرئيسي يعني هادي ا في دي ابدلهم كل واحد مكان الثاني اما سي والبي شون اسو فيهم اعكس اشاراتهم يعني احط لهم مثلا هني اشارة يعني كان اضربهم في صالب يعني مثلا لو كانت هادي صالب اثنين راح تصير اثنين لو كانت هادي صالب خمسة راح تصير خمسة يعني اعكس الاشارة يعني باختصار هني نقلب او نبدل اما العناصر الثانية شون سو فيها نعكس اشارتها ناخد اسئلة عملية اوجد النظير الضربي ان امكن ذلك هادي الاي اول شي قلنا راح نوجد الدلتا الدلتا وهو المحدد ثلاثة في اثنين ستة ناقص كم خمسة راح يعطينا واحد الحين النظير الضربي قلنا اي انفيرس نحط اسم المصفوفة ونحط فوق صالب واحد نكتب واحد على كم واحد على واحد الحين شنسوي انا حطيت العقام مثل ما هي الثلاثة والاثنين لاحظوا نعيدها بدلنا اماكنهم الخمسة والواحد شنسوي فيهم غيرنا اشاراتهم هم موجب موجب صالب 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 فهذا هو الناتج طبعا هالواحد على واحد يعطينا واحد واحد في اي شيء يعطينا نفس المصفوفة ناخذ السؤال الثاني أولا شنوجد الدلتا وهو محدد المصفوفة خمسة في ثلاثة خمسة عشر ناقص صالب واحد في اثنين يعني ناقص صالب اثنين الناتج 17 الحين نقول بي انفيرس واحد على كم؟ واحد على 17 ما غيرت شأنه في البي أول شي شنسوي في الخمسة والثلاثة أبدو لماكنهم السالب واحد والاثنين هذا بتصير بالموجب وهذا بصير بالسالب يعني هني راح نحط سالب وهني راح نحط شنو؟ راح نحط موجب فغيرنا اشاراتهم فلو ضربنا في واحد على 17 يعني كأنه نقسم على 17 فنقول ثلاثة على 17 واحد على 17 صالب 2 على 17 وخمسة على 17 ناخد السؤال الأخير أوجد قيم طبعا هني أوجد قيم X التي تجعل المصفوفة ليس لها نظير ضربي الفكرة طبعا متى يكون ليس لها نظير ضربي؟ المصفوفة يكون ما لها نظير ضربي إذا كانت الدلتة صفر يعني لو كانت الدلتة صفر احنا منقول واحد على صفر طبعا ما يصير فالقسمة على صفر لا تجوز عياضيا فنقول ليس لها نظير فإحنا كلنا نسويه إنه منخل الدلتة صفر يعني نضرب X في 2X سوف أعطينا 2X تربيع ناقص كم؟ 4 في 8 32 يساوي 0 نحل هذه المعادلة ننقل 32 بالموجب ونقسم على 2 رح يطلع عندي X تربيع يساوي 16 إذا ناخد الجذر التربيعي ولا ننسى نحط موجب صالب يعني رح يطلع عندي موجب صالب 4 فهذه هي قيمة X التي تجعل المصفوفة ليس لها نظير ضربي نأكد عليها المصفوفة تكون ما لها نظير ضربي متى لما تكون الدلتة تساوي صفر فهذا بالنسبة إلى النظير الضربي إلى المصفوفة ترجمة نانسي قنقر